قبل ما اخرج من منطقة عمر الدياب حريق ناقة فني كبير وليك تاريخ طويل شفت ازاي الموقف اللي حصل مع عمر الدياب مؤخرا الموقف اللي حصل وتعرض له فيه فرح كان بيحيي والعامل اللي كان شغال يعني اندخل على انه معزوم وكان عايز يتصور معه بالعافية فعمر الدياب صفعه بقبل مؤكد ده خطأ شفت الموقف ده ازاي ده خطأ ما حدش نافع عن خطأ مهما كان فيه مبررات بس خطأ مؤكد يعني عمر مش جاي لطاش فيه مبررات يعني ممكن حد مثلا مد ايدو وشفنا في اللقطات فالتاني رد الفعل اكبر بكتير من الفعل فيه فعل خطأ لكن فيه رد فعل يعني خطيئة انك انت تصفع انسان شفناها على الشاشة فهو خطأ المعالجة لازم تتم بعيدا عن ساحة القضاء بالمناسبة اللي انا بقرأه وكيد انت تقريه انه عمر مقدم فيه قضية انه هو تحرش بيه او حاول يمسكه وهو التاني رفع دعوة عليه يعني اتمنى ان ده يبقى بعيدا عن ساحة القضاء انه يعتذله هو على فكرة كان فيه محاولات انا عالف انه هو انه هما يرادوه كده فبالغ جدا فسحبت بقى كل حاجة ما شوفي يعني 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 المعلومات اللي عندي دلوقتي انه الولد بيحاول انه هو بس خلاص هو لأ كان فيه مبالغة قوي هو بقولك يعني خطأ بين ارتكبه عمر دياب كويس لانه الولد بعد بعد الصفحة دي هتلاحظي انه هو منزل نزل تعرف عمل ايه؟ حاولي صوره محمد رمضان بعد ما اه وحتى فيه لا دي معلومة مؤكدة مؤكدة يعني الولد بعد لما اتضرب بالقلم نزل يتصور مع محمد رمضان دي الوقت سواني بس لا معلش تفرق كتير لا حاضر دي معلومة انا مكتبتش عندي قبل كده يعني هو بعد ما اتضرب بالقلم نزل يتصور مع محمد رمضان محمد رمضان رفض بس مع رمضان يعني ده كان بعد بعد دي معلومة مؤكدة عند حضرت يعني أكثر هدوءا ما نفعلش كل عمل وما تصورش وبرضو شد كده من إيده بصي يعني أنت ده أنت كشخصية عامة توقع وأنت ماشي حد مثلا يحط إيده على كدفك بس هي الناس كانت بتقول مؤخرا أنه حصل برضو كذا موقف ورا بعض مع عمر الدياب مع مهندس السوت مرة ومع السواء بتاعه مرة فالناس ممكن تكون الموقف برضو جات ورا بعض شوية بصي طبعا طبعا إحنا في زمن كل شيء على الهواء كل شيء على الهواء ناس بتتصيط كمان جدا لازم ناخد بالنا من تصرفها في مئات من الكاميرات فلازم عمر مثلا وإنت ماشي إنت إيش دملك أنه محدش وإنت عمر الدياب عمره محدش مشغل شريط السوت يعني حتى الكلمة اللي قالها للسواء دي ممكن بين بعض شخصيات في بينهم عشم أو حاجة لما بتاخدها من سياقها بتبان أنها تعالي شو بيعمل الناس إزاي ده مش دفاع عنه الخطأ اللي عمله عمره هو مش واخد باله أو لازم يعني يتحرى قوي أمام أي حتة طلعت من البيت وفتحت وفتحت الباب فأنت معرض لألاف الكاميرات خدت من الأسهم بتاعته بتاعت عمر الدياب التلات مواقف اللي حصلوا ورا بعض دول طاخ طيخ طوخ دول بصي الأرقام خدت من الأسهم بتاعته ولا لا مش حاجة تأثر لأنه جمياته أكبر من المواقف بصي إنسانيا مؤكد أن عمره حتى إذا كان هيكسب أمسحة القضاء أمام شايف أنه حفلاته كان حفلة عمل حفلتين ورا بعض كسروا الدنيا أيوه كويس إن الأرقام بترتفع وأجروا بيرتفع لكن أنا واثق إنه بداخل عمر ما كانش يتمنى إن المواقف دي تحصل إنه ده يحصل إن المواقف دي تحصل عليه إنه يستفيد من الدرس وأتمنى إنه حتى يلاقوا يعني موضوع برضو بتاع أخينا دا اللي هو خد الصفعة إنه ينتهي بعيدا عن القضاء موسيقى موسيقى